أهلا بكم من جديد في آخر فقراتنا لهذا الصباح الفيتامينات ضرورية لعمل الأنزيمات والعمليات الحيوية في جسم الإنسان ولا يستطيع الجسم تصنيعها فكيف يمكن الحصول عليها ضمن الوجبات الغذائية اليومية ولكن نقص هذا الفيتامين يؤذي الجسم نادية طبعا اليوم بها الفقرة لنحكي أكثر ونتعرف أكثر على فيتامين دال الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم والمهم لسلامة العظام نتعرف أكثر على ما هي أسباب نقص هذا الفيتامين وطرق الوقاية منه للحديث عن كل هالموضوع الشيك والمتشعب نصديف معنا الطبيب والجراح الدكتور سمير شماسني أهلا وسعلا فيك يسعد صباحكم صباحا سيدا مشاهدين جميعا يسعد صباحا كل عام تم بخير جميعا وانت بألف خير دائما خلينا أول شي نتعرف شو هو فيتامين دال وقديش مهم لجسم الإنسان نحكي عن فوائد الإيجابية صحيح فيتامين دال خلينا نعرفه هو عبارة عن فيتامين يذوب في الدهون موجود في أغلب في بعض الأطعمة لكن هو موجود بالأساس بالشمس عشان يسموه فيتامين الشمس يعني هو لا يوجد بالأطعمة بشكل كبير لكن هو موجود بالشمس وهو ذائب فيتامين دال دهون هذا هو تعريف الأساسي طبعا الفوائده كثيرة بالنسبة للجسم من فوائده اللي هي بساعد على تركيزه متفضلتي في البداية على تركيز الكالسيوم والفصور في الدم وبساعد على امتصاص الكاسب والفصور كمان من كليتهم هذه أول وظيفة مهمة لأن كل مزاد زي أفراز الكاسب كل مزاد أنه اللي هي تهشاشة الإعظام ببطئة من دال بيكون في تركيزه الحاجة لابتصاص بالضبط النقطة الثانية اللي هي تبساعد على النمو الطبيعي للجسم من الخلايا خاصة الجهاز المناعي والجهاز التنفس والجهاز الهضمي والكلون والثدي والبنكرياس النقطة اللي بعدها كمان برفعهم بستوى بحد من ارتفاع مستوى هرمون الغد الجارة الدرقية لأن هذه بيساعد على بزيد من امتصاص الكاسب كمان وهذا بعمل أنها مشاكل كبيرة إلي دور في عملية الأيضية للعضلات يعني أنه في عملية انكباض العضلات وقوة العضلات إلي دور كبير جدا فيتامين دال فيها وفيه كمان بنظم الاستجابة للمناعة لإشارات المناعة خلاناك لأنه إذا صار أي خلل إذا صار أي خلل في المناعة بصير أنه أمراض ناتجة عنها مثل مرض السكر طيبوان مثل التصاب اللوحي مثل الروماتيزم والأمراض اللي زي هي بالتالي هو مفيد جدا للجسم نعم يعني خلينا نحكي في حال نقص هذا الفيتامين في الجسم أكيد رح يكون له أضرار نعم على جسم الإنسان صحيح خلينا نحكي بالبداية عن شو هي الأعراض اللي ممكن تسببها نقص للفيتامين أو فيتامين دال عشان بعدها نحكي عن الأعراض اللي بتبين للشخص أنه عنده نقص فيتامين زي بحكينا بالبداية هو فيتامين دال زي بحكينا هو قلة التعرض لأشعة الشمس هو بالأساس يعني والأساس هو أن الإنسان أو الطفل ما بتعرض لأشعة الشمس لكن نحن نحكي عن الأعراض من قسم لجزئين للأطفال شو بعمل للأطفال بعمل هو مرض الكساح للكبار بعمل تلايين الإضام إذا اتركنا لمرض الكساح بالأساس بالنسبة للأطفال هو مرض بصيب بصير أنه ضعف عدم تأخر في نموه الإضام وبالتالي الإضام تضعف تضعف الإضام تقوص في الصاكين بشكل عام بالركب والصاكين بشكل عام فما بقدر الطفل بتلكي ماشي بتركها مقوصة النقطة اللي هي للأساس منها اللي هي التشنج اللي بصير عند الأطفال في العضلات ألم بالعضلات وهذا أمر كمان مؤلم وبعمل ألم كبير عند الأطفال واللي من سميه تتنيك أو هيبوكال سميه تتنيم نعملها وتأخر النموه هذا بعمل عنده قصة كبيرة لأنه أول من رد الطفل بتعرفه حليب الأم هو بكون نقص وفي عنده نقص من فيتامين دال فإحنا بنعرف الطفل فيتامين دال بالبداية اللي هي نقطتين يومين لمدة سنة حتى إن ساعد نعوض حليب الأم لا يتقوّل كمية كبيرة من فيتامين دال عندك بار طبعا بعمل تلين عظام يعني تلين عظام بصير عندك اللي هي ضعف في كتة الإضام نحن نقبل عمود الفقري وفي عندنا كمان اللي هي خلينا نقول بالرقب البصير آآ إن حداب خلينا نحكيها فهذه الأمور كلها بتساعد على أن يكون إن هذا الخلا موجود على المدى الطويل طبعا فهذول الثنتين هن الأساسية طبعا الكبار طبعا بتكونها شعشة الإضام اللي إحنا رحنا نحكي عنها لاحقا فهذه من الأعراض اللي هي فيتامين دال بيكون نقصها بيعملها عند صح بس قبل قبل ما يوصل المريض لها المرحلة صارت عنده عراض مبدئية صحيح عراض مبدئية كالتالي زي ما قلت كلة الإضارات للشمس اللي هي بصير عندي ضعف يعني ضعف عضلات ضعف أضام ضعف بيكون الولد بس بدل الشخص يلاحظ يقول أنا عندي نقص فيتامين دال ولا بالفيتامينات ما منعرف أي هي ما بقدر يعرف البداية لكن من الأسباب صح في أن الضعف العام وفقدان الوزن بصير بصير عندك النحناء وبصير عندنا النحناء بالكتف لأن الوزن بيكون ضعيف قليل بقدر يتحمله وبصير عندك النحناء بالظهر ألم أسفل الظهر ألم شديد بصير عندنا انتفاخ بالبطن انتفاخ كبير بالبطن هذا العوارض من نفتش على فيتامين دال لأننا فيتامين دال يوم نفتش عليه من نرتبط مع فحصات مخبرية زي ما نشوف فيتامين دال نسبة بالدم الكالسيو الظهر مع العراض هي بقدر توصلنا إلى نتيجة بالنسبة ان فيه فاقس فيتامين دال نقص فيتامين دال الأولى دكتور يعني تحدثت عن الغد الدراقية أو غد جارة الدراقية هل عدم انتظام عمل الغد الدراقية يعني زيادة يعني عندها زيادة بالإفراز أو نقص في الإفراز بيأثر على الكالسيوم بالتأكيد الغد الجارة الدراقية هي بزيد من إفراز الكالسيوم وبالتالي بيصير أنه صعب جدا نحن الفيتامين دال بنقصها بيكللها بيخليها شديد لأنه مشكلتنا في زيادة الكالسيوم في الدم في نسبة الكالسيوم في الدم أو الفوسفور أو نقص الفوسفور وبالمناسبة نسبة للفيتامين دال كمان هو يصيب نصف النساء نصف النساء وثلث عدد الرجال ما بصيفهم بالتساوي يعني فيه فترة فيه نسبة متفاوتة بين الجهتين فهم نيجي نطلع ليش النساء بصيفهم أكثر لأن النساء وليش حجم العظام بيكون أقل اثنين عندن هرمون خاصة عن نساء بالمنقض القطاع فترة الطمط عندن هرمون الاستروجين كل ما تقدم بالأمر وصارت عندها في سن الياس فبنخفض كمية هرمون الاستروجين فبيعمل أنه بضع في العظم وبالتالي بتبلش الستة تعاني أكثر من الستة الطبيعية اللي هي في عمر أقل فتقدم الأمر عند الستات وصغر حجم العظام بشكل عام عند الستات فمن نسبة نصف خمسين في المئة في السيدات وثلث أو ثلاثين في المئة يصيب الرجال هذه لازم نتطرق حتى الميز بين الجهتين طيب دكتور نعرف أنه بريطانيا مثلا على سبيل المثال بيعطوا للأطفال من فترة لأخرى فيتامين ومكملات غذائية فيتامين دال لأنه ما بشوفوا الشمس كتير للأطفال ولأنه كمان عندهم البشرة مصفرة ما بعرف يعني في الأرض الأخرى عندنا هون بفلسطين كيف نقدر نعالج نقص هالفايتامين الفلسطين أنا زي ما اتفضلت الفلسطين أن الطفل منبلش من حد ما يولاد نعطيه نقطتين يوميا لمدة سنة حتى نعوض فيتامين دال ونسكر الهيط نحن بلغة العميد دفوخ الأمامي للطفل لأنه لحد عمر سنة أو سنة وشوية لازم يكون مسكر وبالتالي إذا غططيه من البداية للطفل زيادة أخو الناقص يعني إذا بتزيدي مش منيح طبعا عندك الأعراض زي ما حكيناك قبل شوي كيف نعالجها مثلا لنحن نكون لتعرض للشمس لازم نتعرض للشمس في كل عام أو ما يكونوا شوي إذا كان عنده ناقص بيكون مش متعرض للشمس بالفترة السابقة لفترة كافية فإحنا بننصح أن أي واحد لازم يتعرض للشمس خاصة بالفترة الصباحية من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 3 مساء لعشر دقاق أربع مرات في الأسبوع أو ثلاث مرات في الأسبوع يوميا لأن ليش لأنها ضغوة الأساس شفنا أن الشمس ما تفضلت منطقة مثلا كثير فش فيها شمس كثير اللي هي تناول المكملات الغذائية لكن إحنا بنصح قاطباء المكملات الغذائية يجب يتناولها الشخص بتحت الشرف طبي لأن إذا أخذتها بدون الشرف طبي في أنها مشاكل بطلع الصيد إفكت اللي هي الأعراض الجانبية فيه أعراض جانبية كثير منها منها أن بترصب كثير الكالسيوم عنا في الجسم بصير أننا حصر كلا بترصب في جدران الأوعيد دموية وهذا يؤدي إلى الوفاة بصير عندك جلطات بصير عندك غثيان وصداع يعني بصير أننا بشاكل كبير إدخلنا بكميات كبيرة وبالتالي يوم نحكي عن الفيتامين دال فالفيتامين دال في إن النسبة محددة حتى نعطيه إحنا كعلاج إحنا نضطر إحنا نعادل كعلاج صح فإذا من قسمك يعني أقل من 50 أقل من 70 لفيتامين دال مننا نعطيه حوالي 600 انترنشلانيونيات اللي هي وحدة دولية يوميا إذا مثلا أكبر من من 70 سنة مننا نعطيه 800 انترنشلانيونيونيات وفئة الرجال عن النساء عن الأطفال تختلف طبعا هي مقسمة كمان وهي عندك مثلا من عمر رضاء من عمر صفر من الرضاء عن العمر سنة تقريبا المعدل 15 ميكرو جرام لحد الأخص حوالي 25 تقريبا عندك من 5 سنين إلى كل 15 سنة أو 20 سنة 25 بتطلقان كل ما زاد العمر بزيد النسبة اللي احتاجي اليوم لكن كماكسموم بصل عند الكبر أو البالغين لحد بين 75 إلى 100 ميكرو جرام في أن نقدر نعطيه من هذا بس مش أكثر من هذا الكمية مش أكثر من هذا المقدار دكتور كان عندي سؤال بتعلق في حال حدا عامل عملية معينة زي ما تفضلت قبل شوي واحدة منها العمليات استئصال الغضو درقية وجرطو درقية وكمان عملية استئصال خلينا نحكي المرارة هل هدول العملية ممكن يأثروا على الكالسيوم بالعظام أو في جسم الإنسان ممكن يحتاج لأدوية لاحقة بعد هاي العملية تأثير مباشر ما بيأثر لكن احنا محتاج لأدوية في أدة أنواع زي الفسفونيت والكالسيوتونين في أدوية كتيرة نحن ما نعطيها يعني بكل موطة طلب منك تعطيها لكن عملية بشكل مباشر ما بتأثر إذا كان إحنا فحصنا الكالسيوم وفحصنا الفيتامين دال بالجسم لكنها طبيعي ما بيأثر لكن إذا احتاج للأمر أنك تعطيه من العلاج مع المكونات المكملات الغذية منكتر تعطيه إذا في نقبت ما في نقبت ما في داعي المرأة ما العلاقة نتعمل أي شيء لكن إحنا عشان تحدثت ببداية التعريف إنه الكالسيوم بيحتاج لوسط دهني أو يعني هو تعريف الفيتامين دال أنا عرفته إنه عبارة عن فيتامين دائب جول دهون لكن بكمية قليلة بالأطعمة فبالتالي الأساس إنك تخضي بتخضيه عن طريق شعة الشمس وبالأساس لكن زي ما تفضلت الأخت إن مناطق اللي فيش فيها شمس كبير ما بتعرضوا للشمس أو مناطقنا ما بتعرضوا للشمس بكمية كبيرة مروا على المكملات الغذائية مروا على بعض الأدوية أحيانا لأنه كمان اللي بأثر على الفيتامين دال بعض الأمراض مثلا عندك هذا 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 اللي كان بدي أسأل عنه إنه عدا عن إنه نحن مش عمنا نتعرض لأشعة الشمس المباشرة في عوامل أخرى بتساعد على نقص فيتامين دال طبعا طبعا عندك الاستخدام اللي هي داء الصرع اللي هي أو ديوة الصرع الأبيليبسي كمان بتعمل عندك مضادات الروماتيزم كمان إلها دور يعني سايد افكت لأمراض أخرى طبعا سايد افكت لأمراض أخرى فبالتالي مرتبطة مع بعضها عندك الجهاز المناعة كمان إلدور بمضادات الروماتيزم عندك زراعة العضاء في الناس بطالة عضاء بيكون عندهم دائما اللي يأخذ طول الحياة لازم يأخذ الفيتامين دال عندك اللي بأخذ إلاج كيماوي فترة طويلة جدا لازم يأخذ فيتامين دال وبالتالي بعض الأمراض إلا علاقة يعني ما بيكون نقص طبيعي بيكون نقص بسبب هذه الأمراض صار فيه نقص فإحنا منعوض بأدوية حتى أن نوصل للطريق السليم الاحتياج صحيح دكتور طب ما علاقة لون البشرة الداكنة بممكن نقص هذا الفيتامين أو هاشاشة العظام عملوا دراسة كثيرة بالنسبة لهذا الموضوع أن هنا في مناطق محددة مثلا لاقوا أن منطقة آسيا ومنطقة الكوكاس هي أكثر منطقة تصاب بنقل بيتامين دال البشرة الداكنة عملوها أن المشرة الداكنة احتمال إنها إلها دول لكن ما في إلا تعليل علم صحيح ليش البشرة الداكنة إنها بتقلل أو بتزيد عفوا لأن احتمال إنها بتعرض للشمس كمية أقل من الإنسان العادي المناطق اللي بيعش فيها الهدور كبير انتصاص للأشعة الهدور كبير وبالتاني إحنا بنحكي البشرة الداكنة بشكل عام داكنة كثيرة المناطق الأفريقية وهذا المناطق لأن الشمس بالأساس هو كعلاج وكسبب مسبب أساسي لقلة تعرض لأشعة الشمس وعلاجها التعرض يعني قلة التعرض بتأمل النقص وزيادة تعرض لأشعة الشمس بتعالجها ضمن فهي يعني هل أد بها الدقة و لها السبب لازم نرجع للطبيب برأي بموضوع الفيتامين لأنه أي مركب عضو آخر يزيد أو ينقص بأكثر كيميائيا على جسمنا الفيتامينات كل جميع مطلوب للجسم لأنه في صندق تعب شديد يكون عندك خاصة فترة الحمل الستات بحاجة إلى فيتامين ذي اللي يشترون كثير بحاجة لفيتامين لكن يجب يكون تحت استشارة الطبيب لأن مشكلة لا بالفيتامين نفسها مشكلة بالفيتامين اللي بتعمل عند الإنسان إذا خطب الانضار كنترول هذه المشكلة الكبيرة اللي احنا منعاني منها وهذا كمان كان بدي أحكي عنه أنه الزيادة أو المبالغة في إعطاء الطفل الرضيع فيتامين دال ايش ممكن يصير بالراضيع بشكل عام تلبك معه بصير عند الطفل تلبك معه بصير رد عكسي أنه تأخف في النمو العظام عنده هذول أهم تنتين بيكون موجود ببصلو يعني العكس طبعا شغل العكسي حالشارك احنا من حد النقطتين يوميا لمدة سنة ما بتقدري انتي مثلا أو كل سبوع تحطي لهم عشر نقط سبوعيا ما بزبط مش هكبر أسرع بالضبط لأن الامتصاص إلها طريقة محددة وكمية محددة فبالتالي يجب على كل رضيع وهذا سياسة وزارة الصحة أصلا وينما كان في كل دول العالم بدري فبنقدر نوقف بدري بعد ثمان تسعة أشهر وحان بيمتد بعد السنة بفترة قصيرة كمان يعني حتى سنة نص لو امتد وظل يوقف ما فيش هذه المشكلة لأنه بكون العالم عنه اللي نحس الدفوق الأمامي إنها لو مسكر لو مش مسكر هو الأزلان بتقر في الرأس بشكل عام هو عبارة عن مسننات وبعضها كل مين مطفل المسننات بتسكر أكتر وبتكون الليهوت الهيكل أو الجمجمة الجمجمة الرأس فهذه لها دور كبير فيتامين دال دكتور يعني بنهاية خلينا نحكي تحدثنا عن هذه الجزئية اللي كتير مهمة إنه الزيادة مش منيحة والنقصان برضو مش منيحة فاللجوءهم لأخذ أدوية أو مكملات خلينا نحكي فيتامين دال بدون وصفة الطبية خلينا نحكي قداش خطير هي أساسية وبشكرك لأننا نكرر هذا النقطة لأن هذه النقطة الجماعة بأخذوا كل واحد بلاكن فيتامين دال بظل يصحر كد ما بدأ بكوش زيادة خطية بدون نشطة الطبيب للصائد في الاعراض الجانبية كبيرة لي ترصب يصير عندك ترصب الكالسيوم والفوسفور في الدم وهذا بعمل مشكلة كبيرة زي حصل كلا واحد اثنين بعمل زي ما قلنا اللي هي سماكة في جدران الأوعية الدموية وهذا بتلك تضافوا قدام بكل على الأوعية الدموية بصير قل الأكسجين وبالتالي يأدي إلى الموت جلطات وإلى الموت عندي قصدع وغثيان بشكل كبير بصير عندهم عندي بصير كمان ألام أن الطفل التشنجات اللي بتصير عنده أحيانا كمان لهذا دور كبير عفوا بصير عندك مكملة غضية بعض الناس بصير عندي إسهال فبالتالي فائدتها أكثر لأن هدفنا نحاول التوازن بين الكالسيوم والبوتا والفوسفور اللي بالكمية الدم ما منقدر نزيد هذه الكمية زيادة لأن بالتالي في نقطة عن الكالسيوم لأن احتياج اليوم من الكالسيوم إذا كان أقل من 50 سنة حد 1000 مكروغرام مثلا وأكثر من 50 سنة حد 1200 مكروغرام وبالتالي يجب نحافظ عن نسبة المئوية نعمل الفحص ونتأكد أنك نجد النسبة حتى نقدر نعطيها لأن استشارة الطبيب كثير كثير كمهمة أي شيء يوميا هذه 1000 مكروغرام لا أخذ حبتين أو خطات حبات فبالتالي نحن نظرحا أكثر من مفيدة فهذه هي العراضة الأساسية الموجودة أيضا لصعوبة تحديد أو نعمل الدايجنوسيس للموضوع نعرف أنه نحن لدينا هذا النقص نتخيل أنه من فترة لأخرى دائما تحبذ زيارة دورية للطبيب أو نعمل الفحص بأحد المختبرات لجميع هذه البوتقة من الفيتامين أو لا هي يفضل أنه بكل فترة فترة حتى من سنة حتى من 6 نعمل فحص الفيتامين د بالمختبر أو جميع الفيتامين بشكل عام هي طبيعيا تبلش بين 20 إلى 30 الطبيعي لكن الحدث أنه دائما ناقص بشكل عام عندنا شبس لكن ناقص ونفس المعدل ناقص الفيتامين ب12 موجود في فلسطين بشكل عام فبالتالي يجب أن نعمل فحص بعدين مراجعة الطبيب طبعا فيه كثير أدوية 50 ألف ميلي جرام تكون موجودة نعطى لمدة أسبوع لمدة شهر وبعدين لثلاث شهر كل أسبوعين بعدين كل شهر حبة يعني فيه الإلاج عن طريقة الطبيب هوت اللي بيرتب عملية الطريقة العلاجية أو الخطة العلاجية بيكون أفضل لكن كل 6 شهر أو سنة أقل تعدين يجب نعمل فحص بيتامين دال حتى نتأكد لأن ألم العضلات والمفاصل والعلاقة كبيرة والتشنجات يعني شغالات كثيرة بيصير يعني منها المريض أو اللي مش حاسس الانتفاخ البطن سحيح ما إيش علاقة انتفاخ البطن في انتفاخ البطن لأن تكون هي امتصاص الأمع ما بتبص البكاسم والبكاسم وبالتالي بيصير أنتك كثير تراكم فهذه مسألة كثير الكبيرة يعني الكاسم كثير مهم يعني مهم لجميع زي ما قدرنا بشكل للجهاز الهضمي للجهاز التنفسي للمناع للروماتزم لبعض التصلب اللويحي لشعلات كثير 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 مهمة وبالتالي يجب نأخذ على محمل الجد شكرا شكرا جزيلا لإلك دفتر شمير شماسنة لها المعلومات الحلوة ودائما دائما ننصحكم المراجعة الدورية المشاهدين كل 6 شهر من سنبل كثير لازم نروح على أحد المختبرات ونعمل ما بغطي التأمين على كل الأحوال حاليا وزارة الصحة نوعا ما بغطوا وزارة البلش غطوا طبعا نوعا يعني بدنا نجرب تكون هذا الجهود من قبلكم يعني بس إحنا كمان حتى لو كان بكلفنا مبلغ مادي رح يكون ضئيل يعني بالمقارنة مع صحتنا فهذا الفحص الدوري للفايتامينز بشكل عام مهم جدا شكرا جزيلا لإلك دكتور زي ما قلنا ولجميع ضيوفنا اللي شاركونا حلقتنا لليوم ضسطنا بمشوارنا لليوم أكيد وكان فيه فقرات متنوعة نتمنى أنتم تكونوا استمتعتوا بفقراتنا شكرا لمتابعتكم ونشكر تاقم برنامجنا الله يصبحكم بالخير وكمان نستناعكم بكرة في نفس الموعد إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة